بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي ان شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن تصنيف الفطريات القسم الاول طبعا يمكن تقسيم الفطريات حسب نظام تغذيتها الى ثلاثة مجموعات فطريات العفن اول مجموعة المجموعة الثانية فطريات طفيلية والمجموعة الثالثة فطريات ثكافلية طبعا نتكلم في هذا الفيديو عن اول قسم وهو فطريات العفن طبعا هي التي تتقدع على مواد عضوية ميتة تقوم الفطريات بتحليلها بذلك تعود الفائدة على الانسان في البيئة بما انها تثري التربة بالاملاح المطلوبة طبعا هذا الاثراء في الاملاح المطلوبة في النمو النباتات يفيد البيئة جدا ايضا من هذه الفطريات انواع كثيرة جدا نذكر كذا نوع اول نوع هي فطريات الخميرة ايضا النوع الثاني عفن الخبز اللي تشوفونا في الخبز اللي لونه اخضر او اسود او ابيض نوع من انواع التلف بالخبز وولد فطريات واباق وتراثين كثيرة ايضا فطر الثالث من هذا النوع فطريات العفن فطر عش الغراب دائم يكون في عش الغراب نوع من انواع الفطريات اسمه عش الغراب القبعة هذا النوع دائم تنتشر فيه فطريات محددة هذا النوع الاول الى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خارج من السعود الحبيبي ان شاء الله نشوفكم في درس لاحق